تتعقد الأزمة بين السودان وإثيوبيا الخرطوم تتهم أديسا بابا بدعم متمردين على الحدود تقول المصادر العسكرية السودانية أن إثيوبيا تدعم مجموعة متمردة بولاية النيل الأزرق فقد قدمت الحكومة الإثيوبية وفقاً للرواية السودانية دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا المسؤول العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية النيل الأزرق وأضافت المصادر السودانية أن الدعم العسكري الإثيوبيا للمجموعة المتمردة تمثل في أسلحة ودخائر ومعدات قتال وصلت منطقة يابوس نهاية فبراير ويتهم السودان إثيوبيا بمحاولة تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية فالهدف من دعم إثيوبيا للقائد توكا هو احتلال مدينة الكرمك وفقاً للمصادر السودانية وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً متصاعداً منذ نوفمبر الماضي بدأت الأزمة منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا ونزوح ألاف اللاجئين من إثيوبيا إلى شرق السودان ثم تفاقمت الأزمة بين البلدين عقب عمليات عسكرية للجيش السوداني وانتشاره في منطقة الفجكة هذه المنطقة التي تقع ضمن حدود السودان لكن يعيش فيها مزارعون إثيوبيون منذ أكثر من عشرين عاماً كما تمتد الخلافات بين الخرطوم وأديسة بابا لملف في سد النهضة تسببت الخطوات الإثيوبية وتمسكها ببدء مراحل ملء السد في تعميق خلافها مع السودان وهو الموقف الذي تشاركها فيه مصر التي ترى في السد تهديداً مباشراً على مواردها المائية ترجمة نانسي قنقر